بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم شباب أولا أنا بشكر كل الحضور على وجودهم في الندوة معنا وبشكر منصة داركو على استضافة النهاردة معاهم في الندوة وفي السمنار بخص بالذكر طبعا المهندس مصطفى علي مدير التنفيذ للداركو والمهندس سيف راغب مدير التدريب وبشكر المهندسة أسماء رجب المدير العام لمنصة داركو وأنا في الأول أعرفكم بنفسي أنا اسمي أشرف رمضان أنا مهندس كهرباء تمام حصل على بعد البكتريوس حصل على درجة الماجستير وبعد كده الدكتوراه كل شغل تقريبا يعني كان في المواقع وفي كمقاول أو استشاري إن شاء الله حابب أنوه بس الحاجة في الأول الندوة مش ندوة يعني تعليمية بالدرجة أننا نحن عاديين في كلية يعني أنا عايز الناس تبقى يعني متفاعلة معايا وإن شاء الله هنشرح جزئية وهنسيب بعد كده وقت للناس أن هي تسأل وتكتب الأسئلة بتاعتها في الشات وإن شاء الله أنا أحاول كده كل مثلا نص ساعة أبدأ أبص على الرسائل وأجاوب عليها أنا وبشرة ياريت بس يا أخواننا كل اللي دخل يثبت بس أنه هو موجود عشان بس موضوع الشهادات يكتب اسمه بس أنه هو موجود سلام عليكم فلاني الفلاني في الشات على أساس أن الناس اللي أسميها مش موجودة في الشات مش هيطلع لها شهادة هي سجلت في الجروب بتاع الواتساب بس ما حضرتش فالرجاء إن احنا بس نسجل أسامينا الأول عليكم السلام طيب ممتاز الشاشة كده واضحة بش مهندسين صحيح؟ أنا هعمل الشير سكرين يا مهندسة أسماء الشير بس الشير لسوء الشير بس الشير لسوء شاشة كده شايفين الشاشة يا شباب? كاريت بس حد يرد علينا في. ما فيش غير حضر لك. لا الشاشة فيه المفروض بريزنتيشن. لا. طيب. ما فيش ظهر دي خلاص. السلام عليكم. صوت واضح. عليكم السلام. كده البرزنتيشن ظهرت طيب? ايوة كده. كده مزبوط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا خلنا الندوة زي ما قلنا احنا يعني جايين من الاخر يعني نستفيد بآ خبرات بعض. وان شاء الله تكون آآ يعني حاجة مفيدة للجميع. انا هبدأ اشرح آآ جزئية وبعدين ان شاء الله تعالى لو في حد عنده اسئلة يكتب على الشات. وان شاء الله انا ارد عليه. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي على آآ انظمة التيار الخفيف بصفة عامة. تمام? آآ انظمة التيار الخفيف دي انظمة كتيرة جدا. آآ مشكلتها الكبرى ان معظم الناس ما درستش آآ في الكلية. سواء كان في باور او في كنترول او في اتصالات والالكترونيات. تمام? او في ميكانيكا فيه ناس بشتغل من من ميكانيكا شوية في التيار الخفيف او مهندس مدني او معماري عايز يفهم شوية في آآ انظمة التيار الخفيف. المشكلة على حد علمي ان مفيش حد بيدرس المكونات الخاصة بالتيار الخفيف في الكلية ان دي تيلز. تمكن الناس بتوع تصالات والالكترونيات بيبقوا قريبين جدا من الشغل بتاع التيار الخفيف. هو فاهم الالكترونيك سيركيت والبرد واللوحات زي الفرق الارم بانيل مثلا والكنترول بتاعها والن في ار والكلام بتاع اللو كارنت. بس اه هو ما درسش بالتفصيل اه النظام ومكوناته. فمن هنا بدأت يحصل بقى مع الناس ان فيه جزء كبير جدا من الناس بيعتمد على انه هو بيشتغل فيه انظمة التيار الخفيف بالخبرة وان هو والله بتحط فيه السايت او يبدأ يشتغل فيه الموقع وبناء على اللي بيحصل قدامه او الانظمة اللي هو بيشوفها بيبدأ ياخد خبرة. يعني ممكن يبقى فينا من البشمهندسين او الفنيين او الناس المشاركين معانا في النادوة النهاردة. فيه ناس مثلا ما اشتغلش على اه انظمة معينة ما شافهاش. ما جاش عنده مشروع مثلا مستشفى. فهو ما شافش اه نظام استدعاء الممرضات مثلا. طيب هو هياخد الخبرة من فين في هذا النظام لو هو ما شافش اه نظام استدعاء الممرضات او ما درسهوش فيه الكلية. طبعا احنا بنعتمد في الجزء بتاعنا على اه ان احنا بنتبادل خبرات بعض. يعني انا ممكن دلوقتي ابقى مثلا انا اشتغلت في مستشفى فاعرف شوية عن اه اه انظمة مثلا اه اه نداء او استدعاء الممرضات فانا اقدر افيد يعني اخوانا او زميلنا المهندسين في جزئية انا درستها او اتعاملت معاها في بروجيكت معين. في واحد تاني اه ما اشتغلش مثلا في اه اه انظمة تكون مثلا اه خاصة بالباركينج سيستم مثلا اه انظمة الباركينج من احد الانظمة المهمة جدا في اللو كارنت هو مشتغلش فيها. في طبعا انظمة. باركينج. باركينج. الصوت? الصوت مظبوط يا اخوانا. معلش يا مهندسة اسماء يا ريت تكتمي صوت الحيات لو فيه لو فيه اي حاجة في الصوت او في الصورة. يا ريت. مهندسة بره ما يراجب. بره ما يراجب. نعم. صوت الحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شباب سامعين الصوت كده? اه تمام. طيب تمام. فاحنا بنقول بس الخبرات بتيجي من ان انا والله اشتغلت فيه معين. والبروجيكت ده بدأت تاخد منه خبرات فما فيش حد اه بيكون دارس كل الانظمة اللي موجودة او ممكن ما يكونش مرة على اه كل الانظمة اللي موجودة في البروجيكت او في المشاريع. فبالتالي بيبقى عنده قصور في جزئية اللوكرة. طيب احنا عشان نعمل القصة دي ان شاء الله تعالى هنعمل اه اه ندوة ممكن ندوتين او تلاتة خاصة بالتيار الخفيف بحيس نقدر اه باذن الله تعالى ان ننقل بعض الخبرات ونتعاون مع بعض في ان احنا نفهم اه بعض الاجزاء في التيار الخفيف من خلال هذه الندوات والتعاون بيننا وبينكم في الندوات دي. طبعا احنا عشان نبدأ ندرس التيار الخفيف ونبدأ نشتغل اه على موضوع التيار الخفيف. انا كمهندس المفروض لما باجي اتعامل في الموقع بتعامل مع اه تلات حاجات رئيسيين في اي بروجيكت سواء كان في اللوكورنت او في الباور او في اي قسم. اه القسم الاولاني اللي احنا بنبدأ نتعامل معه او المستندات الرئيسية لاي بروجيكت اعتقد ان كل الناس ان شاء الله عارفينهم. اه رقم واحد وده الناس بيتسميه رقم واحد في المشروع اللي احنا بنسميه او جداول الكميات. يبقى رقم واحد في اي مشروع لازم اشتغل عليه لازم اشوف جداول الكميات. طبعا هي جداول اه موجود فيها كميات المكونات بتاعة النظام بس ما فيهاش الفول ديسكريبشن او الوصف الكامل للمكون. وبالذات في انظمة اه يعني هيقول لي والله انا عندي فيه نظام واللوحة بتاعته كزا طب في انت تفاصيل والبانيل التفصيلية ما بتبقاش موجودة في جداول الكميات. يبقى معناها تمام؟ هنشوف دلوقتي او جداول الكميات الخاصة بنظام اللوكورنت. طيح الحياة رقم اتنين وانا بالنسبة لانا كاشرف بخلي هي رقم واحد المفروض اللي هي بنسموها تيكنيكال اسبسيفيكيشن. تيكنيكال او بنسميها والسبيكس. يبقى تيكنيكال اسبسيفيكيشنز. وده تمكم موضوع الشغل بتاعنا النهاردة لان مشكلتنا كلها في اللو كارنت ان انا ممكن اعمل مشروع اصممه سيف تلاتة وعشرين ويجي تنفذ المشروع بعد ما يتصمم اعمله المكتب الاستشاري يروح للاونر ممكن ينفذه بعد سنة او اتنين او تلاتة او في مشروع بيحصل لهولد تلات اربع سنين وبعد كده يبدأ ينفذ فيلاقي ان والله لا في انظمة الداة كان في عندي والله كات فايف مثلا وبعد كده نزل كات فايف اي وكات سيكس وكات سيكس اي الجزئية بتاعت الجزئية بتاعت التكنيكال اسبيسفيكيشنز بتاعتي هبقى متحكم فيها ازاي انا لازم اقرأ المواصفة الفنية لكل باند عندي يعني انا لو انا عندي باند الفاير الار مثلا لازم ادخل واشوف التكنيكال اسبيسفيكيشنز الخاصة بالفاير الارم بالتفصيل بقى رقم واحد جداول الكميات رقم اتنين التكنيكال اسبيسفيكيشنز او المواصفات الفنية او بنسميها الاسبيكس رقم تلاتة اللي هي طبعا الدروينج دي كلنا عارفين ان المخططات معلش تمكين انا باشرح حاجات بسيطة وان شاء الله تكون مفيدة لناس كتير وان شاء الله يبقى فيه يعني كذا محاضرة من هذا الشرح بازن الله زي ما احنا عارفين بتمر بمراحل تمام المرحلة الاولانية من ان انا بعمل تندر دروينج يبقى انا لو خدت دروينج دي همررها بثلاث مراحل رقم واحد التندر دروينج التندر اللي هي احنا بنسميها مخططات مخططات الطرح مخططات الطرح مش شرط ان مخططات الطرح يبقى فيها كل التفاصيل او مش شرط يبقى فيها براند اه بعينه في الشغل يعني انا ممكن دلوقتي اروح والله اقصف او اقصف سيستي في سيستم او اقصف بابليك ادرس سيستم او واتيفر سيستم انا مشتغل عليه من غير مكتب كل تفاصيل النظام بتاعي ولا اقول ان انا عايز من شركة كذا تمام الفكرة ان انا عايز ادخل بقى في ان انا اعمل تندر ان انا انزل المستندات المبدئية تمام اه اه على الشغل بتاعي فانا بعمل التندر دروينج بعدين بينزل التندر دروينج ده يروح داخل على الجزء الخاص بان المقاول بياخد ويبدأ يعمل شوب دروينج يبقى المرحلة التانية من الشغل بتاعنا هنعمل مخططات شوب دروينج اللي هي بيعملها المفروض مين بيعملها المقاول والمفروض بيعتمدها الاستشاري بعد ما هو نزل بقى الجزء الخاص بالمانيفاكتشور يعني انا والله بعمل كاميرات رحت اخترت مثلا شركة هانيويل هي مطابقة للسبيكس وبدأت احط الكاميرا بدل ما انا كاتب جنرال كاميرا او حاطط رمز الكاميرا وخلاص يبقى انا لازم اعمل ايه لازم اروح اشوف الكاميرا دي بعينها واعتمد من الاستشاري البراند الاول او اعتمد منه المنتج بتاع اللي هو الكاميرات او انزار الحريق اعتمد الشركة والكمبوننت بناء على تطبيق الاسبيكس او التكنيكال اسبيكيشن وببدأ اعمل الشوب دروينج بناء على الشوب دروينج المفروض المهندس المقاول بيبدأ ينفز هذه المخططات على ارض الواقع بعض الاوقات بيحصل بعض التغيرات في الموقع اجبارية عندي يعني انا موصل ان انا والله اعمل توزيعة لديكتورز او حاطط اه ساون سيستم سماعات في مكان معين والمعمار يغير بعض الحاجات فانا هاتطر بقى ابدأ اعمل تعديل للشوب دروينج لمخطط احنا بنسميه الاز اه بيلت دروينج يبقى احنا دلوقتي اه قلنا في البداية ان انا عشان ابدأ اشتغل على اه اي مشروع تمام بين مشاريع اللو كارنت لازم يكون عندي تلات حاجات رئيسية رقم واحد البل جداول الكميات رقم اتنين المواصفات الفنية لهذا البند رقم تلاتة دروينج اللي هي التندر دروينج والمفروض دي المرحلة الاولى من المخططات بعدها المفروض ده طبعا مخططات الطرح اللي بنزلها الاستشاري مع المالك بعد ما بيرسل مشروع على المقاول المقاول بيروح للاستشاري يعتمد منه البراند مثلا هانيويل في الكاميرات ويبدأ يعمل اسقاط لهذا البراند على مخططات جديدة محطوط عليها مور ديتيلز ومحطوط عليها البراندات نفسها تمام ويبدأ يعمل اه شوب دروينج يبدأ المهندس اللي هو السايت انجينير يبدأ ينفذ هذا الجزء ويبدأ يشتغل عليه ولو حصل اي تغييرات اثناء التركيب او التنفيذ بيبدأ يعمل اه اه المخطط النهائي او الشكل النهائي اللي هو الاس بيلت اه دروينج طبعا هنا احنا هنبدأ اه عايزين نبدأ نشوف الكلام ده لو احنا بصينا هنا يا شباب اه هنبدأ نشوف مثلا ال 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 لو انا فتحت كده هتلاحظ ان انا بيجيني اي مشروع اه جداول اه كميات جداول كميات دي فيه حاجة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها طبعا احنا في الجزء بتاع او الكهرباء بصفة عامة بيبقى لنا تركيم في المشروع المشروع بتقسم الى سبتاشر سكشن كهرباء غالبا بيكون قسم رقم اه ستاشر المفروض في والحتة دي مهمة جدا المفروض هنا فيه رقم اه رقم سكشن او رقم القسم اللي هو ستاشر سبعمائة وعشرين مفروض حضرتك تروح لرقم ستاشر سبعمائة وعشرين في التكنيكال سبسيفيكيشن هتروح تلاقي مواصفات مين مواصفات اه نظام انذار الحريق والله انا خلصت انذار الحريق رحت مثلا ساي لنظام كاميرات المرأبة اللي هي الاي بي اه سي سي تي في طيب انا هروح فين لازم اروح للتكنيكال سبسيفيكيشن الخاصة بي نظام كاميرات المرأبة يبقى كل قسم هنا في جداول الكميات لازم يبقى له وصف وهو ده اهم موضوع في اللو كارنك اللو كارنك بالذات يا اخوانا لا يتم تسعيره او الشغل عليه مجرد ان انا شفت في جداول الكميات جداول الكميات دي بس ان انا والله عايز نظام كزا وعايز مسلا سموك ديتكتور اه عددهم مية وتمانين ساي في المشروع وعايز مش عارف اه اه اربعتاشر وهكذا مجرد بس كميات وبالتالي انا بيجيني جدوى الكميات او انا اللي بعمل لو انا كنت مهندس الاستشاري المصمم انا بعمل جداول الكميات بحط فيه هنا رقم البند وبعدين بدخل اعمل وصف عام للبند يعني المفروض هنا اعمل وصف عام للبند نظام انزار الحريق وابدأ احط هنا بقى الكميات بتاعت انزار الحريق بتاعتي وصف اللوحة وهكذا فده عبارة عن وصف عام لانزار الحريق او وصف عام لاي سيستم خاص بانزمة اللو كورنت المختلفة اللي احنا ان شاء الله نتكلم عنها طيب هيبقى عندي هنا في جداول الكميات بصفة عامة الوحدة اللي انا بقيس بيها هل دي بالكابلات مسلا بالمتر الطولي او اه 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 مسلا حساسات يبقى بالعدد تمام فبيقول لي والله هنا الوحدة كزا اللي هي العدد وعايز كام وحدة من اللوحات دي او من النظام عايز واحد لو انا مسلا عايز اه اه كاميرات مسلا او عايز حساسات يبقى المفروض مسلا حساس الدخان عايز العدد الكل مية وتمانين اه حساس فبالتالي انا بحط هنا في جداول الكميات الوحدة الخاصة بالقياس والكمية وبعدين اجباري لازم اعمل السعر افرادي وحتة مهمة جدا لازم اكتب السعر كتابة ورقما يعني ما يجيش حد يروح كاتب لي والله اساس الدخان ده مثلا سيب بمية جنيه او بمية ريال يكتب مية ريال كرقم تمام بيحصل فيها اخطاء في التندر والناس لما تيجي تطرح المشروع يقول لك لا والله مية دي كانت مية ولا الف ولا عشر تلاف ولا عشرة ريال ولا ولا ايه الرقم بالزبط فانا باجي على السعر الافرادي بكتب رقم الوحدة تمام عشرة جنيه مثلا واكتبها كتابة عشر جنيهات مصرية وروح هنا في السعر الاجمالي وروح ضارب في عددهم يعني انا عايز مية وتمانين واحدة والواحدة بعشرة ريال يبقى مية وتمانين فعشرة يديني الف وتمنمائة ريال هكتب كده الف وتمنمائة ريال هنا رقما واكتبها الف وثمانمائة ريال سعودي فقط لا غير بحيث اقدر اكتب هنا في السعر الافرادي والاجمال الكلام ده هيطبق على كل انظمة او هيطبق على كل او العناصر اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها سواء كان في الباور او في او في اي شيء فده الشكل العام طبعا بيختلف من اه شركة لشركة او بيختلف من اونر ل اونر من جهة لجهة شكل كتابة الجداو الكميات بس غالبا ده الشكل العام بيبقى عندي اكسيل شيت انا بحط فيه توصيف النظام وابدأ طبعا فيه اماكن بيشترض عليك ان انت لازم توصف البند باللغة العربية وتوصف البند باللغة الانجليزية وفيه ناس بتشترض عليك ان انت توصف بس او تكتب التندر باللغة الانجليزية يفضل طبعا ان انت تكتب التندر او المواصفات بتاعة المشروع او الجداو الكميات يفضل ان انت طبعا تكتبها بالعربي او بالانجليزي حسب الجهة اللي انت بتكتب عندها معظم الناس بتشتغل باللغة الانجليزية تمام بتبقى هي اللغة ده في عمل جداول الكميات في بعض الجهات بتعمل جداول الكميات فيها عربي وانجليزي ده حسب بقى الجهة بتاعتك احنا كلغة ان شاء الله مش تفرق معنا قوي تمام الا يفرق معنا ان احنا نبقى فاهمين النظام وفاهمين النظام ده بتكون من ايه وايه التقنيات الحديثة اللي المفروض احنا حاليا بندور عليها في هذا النظام يبقى انا الملف ده موجود عندكم على الجروب ده خاص بجداول الكميات يبقى احنا رقم واحد لما تكلمنا في السليدات اتكلمنا ان انا عندي رقم واحد البل اوف كوانتيتي او جداول الكميات وقلنا هو وصف للبند لا يحتوي على كل التفاصيل التقنية الخاصة بهذا البند بالذات في انظمة اللو كارنت يعني ممكن مثلا في الباور يبقى توصيف البند في جداول الكميات قريب من التوصيف في المواصفات ما بيبقاش فيه اختلافات كبيرة اما في اللو كارنت لازم تدخل في التفاصيل الخاصة مثلا بالكاميرا اللينس بتاعها كامل عدسة ايه مواصفاتها واها كزا وتشوف في هذا الايتم ده مش هيبقى مكتوب في جداول الكميات يعني جداول الكميات مش هيكتب لك تفاصيل كتير هو عايز مثلا اه كاميرا الكاميرا دي كاميرا مثلا اه بتركب سيلنج ماونت تمام اول ماونت اوت دور فيكس كاميرا فهو الوصف ده طب الكاميرا نفسها العدسة بتاعتها كامل بتاعها كام وهكذا ده ما بيبقاش موجود داخل جداول الكميات السكشن التاني اللي احنا المفروض عايزين نروح له السكشن الخاص بعد جداول الكميات احنا هنبدأ نشوف المفروض في عندي هدور بقى على المواصفات الفنية لهذا البند وزي ما قلنا هنبدأ نشوف والله الملف ملفات دي طبعا تبقى مطبوعة او بيجي لك ملف فورد كده بيبقى عدد صفحاته اه كتير غالبا يعني ممكن تلاقي كل بند مثلا عشر صفحات خمستاشر صفحة عشرين صفحة حسب اه كل جهة وبتكتب البند ازاي اه ان شاء الله في الممكن محاضرة قادمة ان شاء الله ندخل بقى على تفاصيل البنوت اكتر ونقرأ يعني انت شايف هنا مثلا بند الفاير الارم تمام والله الراجل عامل احداشر صفحة المفروض انت كمهندس بقى فاهم بتدخل بتشوف من ال 11 صفحة دول تشوف ايه الحاجات المهمة وتبدأ تعمل عليها هايلايت بحيث انت بتذاكر المفروض الاسبيكس الخاصة بالنظام ودي اصعب حتة اخواننا انا شوفت ناس كتير جدا مهندسين والله هو بيقعد يشتغل في المشروع بيصعر بناء على جداول كميات جداول كميات غير كافية تماما في عمليات التسعير او الشوف لازم حضرتك كمهندس تدخل مرة واحدة بس في حياتك تمام تمسك كل نظام من انظمة انت عندك خمس انظمة عشر انظمة حسب ظروف النوع المبنى اللي عندك لازم تمسك الخاصة بكل نظام وتبدأ تشتغل على هذه الاسبيكس واحدة واحدة لازم هندخل واحدة واحدة نشوف مواصفاته ايه والمواصفاته ايه والبنل طيب مواصفاتها ازاي لانها تفرق معنا من لوحة اللوحة طب في تكنولوجي مسلا موجودة جديدة اللي هتركب في اللوحة هل في في المشروع ولا ما فيش كل الكلام ده طيب انا باخضع لانهي ستاندرد باخضع مسلا انف بي ايه باخضع للبرتش ستاندرد رقم كذا طبعا لازم التزم بالتزامات الدفاع المدني ففي حاجات كتيرة جدا لازم تبقى انت ملم بيها مع مع فانت لازم اولا تفهم النظام كويس جدا بعد ما تفهم النظام كويس جدا تبدأ تشوف اللي موجودة عندك يعني في جزء مسلا عن البطاريات في اللوحات اللي هو الشاحن ويبدأ يكلمك عن السنسورز وانواعها ده سموك ديتكتور ده هيت ديتكتور ده كومباين ديتكتور يبقى انا ما ينفعش اروح اجيب اي ديتكتور او اي بانيل كمام وابدأ اركبها عندي في المشروع فمهم جدا ان انا من اول يوم ابقى عارف والله انا لا انا اقدر ادخل على التلات حاجات واحدة واحدة كده وابدأ اشوف كل واحدة منهم تمام وابدأ اقارن كمان يعني المفروض دلوقتي انت في اول ستيب في اللوكوران تبدأ تشوف الاسبيكس مثلا بتاعة كاميرات المرأبة تبدأ تتعرف على المصطلحات الخاصة بكاميرات المرأبة الان في ار طب ايه خصائص الان في ار طب الان في ار ده وصل لحد فين ايه التكنولوجيس او الحاجات الجديدة اللي نزلت في الان في ار طب انا بخزن ازاي باشتغل ازاي طب الفريمات كام فريم في السكند الكلام ده كله طبعا هياخد منك وقت شوية في الاول بس بعد ما انت مساكت ان شاء الله الملفات دي موجودة عندك في الجروب هتمسك بقى كل ملف يعني مثلا ملف الكاميرات اهو سبعتاشر ورقة انت عشان تبدأ تدخل لسبعتاشر اه ورقة وتزاكرهم بقى بالتفصيل وتشوف خصائص كل كاميرا يعني انا عندي الاي بي دوم اه فيكسد اه اندور كاميرا تمام هبدأ اشوف المواصفات بتاعتها واحدة واحدة واشتغل عليها تمام اه بالتفصيل فمهم جدا ان انا ابدأ اشوف مثلا الامج سنسور طب في واحد دخل معنا دلوقتي هو لسه ما عندهوش فكرة عن الكاميرات لما تيجي تقوله الامج سنسور كمام والله انا مش عارف الفرق بين السيموس ومش عارف مين تاني طب اللينس تلاتة اكس طب فيها اوديو فوكس زوم لينس ولا لا الانجل اوفيو فكل كل المواصفات او اللي انت شايفها دي تعتبر بالنسبة للناس اللي هي مش في الكاميرات او مركبش النظام قبل كده ممكن انا كنت استشاري بشرف على النظام تمام وما كنتش داخل في التفاصيل في ناس كتيرة جدا بتاخد الجزء اللي هو الخاص بي ويعملوا كوي بيست ودي مشكلة كبيرة تمام جدا في الفترة اللي احنا فيها ان هو الله بياخد من مشروع اه يا اشرف عندك خاصة بكاميرات اه روح واخد بتاعت الكاميرات دي وياخدها كوبي بيست ويرميها في مشروع تاني طبعا ده ما ينفعش معانا في الشغل على اساس ان انا لازم ابقى فاهم بقى كل مشروع وايه هي متطلباته طيب الجزء اللي بعد كده احنا دلوقتي شوفنا التلات او المكونين الرئيسيين اللي هو جداول الكميات اللي هو بداعنا وشوفنا اللي هي ملفات اللي بتصف كل ايتم تعالى نبدأ اه نشوف مثلا اه اه حياة خاصة بالمخططات زي ما احنا قلنا المخططات لازم المخطط مثلا بيمر عندي اه بمراحل يبقى انا لما اجفتح مثلا الاوتوكات بتاعي انا والله بصمم اه الجزء الخاص بكاميرات المراقبة بجيب مثلا المبنى بتاعي وابدأ اعمل اه 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 او هنا يفضل طبعا في اللوق هارنت احنا بنسميه الريزر دياجرام مخططات الصواعد اللي انا هبدأ اعملها بناء على اه الادوار بتاعة المبنى سواء كان مبنى تعليمي او فيلا او مبنى سكني او مستشفى تمام احنا هنبدأ نشوف مخططات باذن الله تعالى اه بتوضح لي ازاي انا ابدأ اوصل مثلا ساي مجموعة من الكاميرات على بتاعي او على لكل دور يعني احنا لو فتحنا اه الانظمة بتاعتنا بتاعته هلاقي مثلا انا عندي اه اكسس كونترول سيستم طبعا ده اللي هو الوضع النهائي اللي احنا سلمنا بيه البروجيكت ان شاء الله الملفات دي برضو هيكون فيه نسخة معاكم اه باذن الله احطه على الجروب هنشوف بقى انا اكسس كونترول سيستم سيستي في عندي ماصدر سيستم عندي داتا سيستم عندي فايل الارم سيستم الام اي اي تي في البابليك ادرس النيرس كول التليفون سيستم عندي تقريبا كان فيه المشروع ده كان مشروع مستشفى فيه عندي تسع اه انظمة طبعا تسع انظمة ده يعني انظمة كتير تمام لازم انت تبقى اه واخد بالك وفاهم السيستم بتاع اللو كورنت اصلا اه ماشي ازاي فانت بقى لو انت كنت انت المقاول او انت الاستشاري اللي بيصمم او الاستشاري اللي بيشرف لازم تبقى ملم جدا بالمخططات وجداول الكميات والمواصفات طبعا اه في نصيحة دايما احنا بنبدأ اه في الاول خالص لو انا المقاول وانا اللي خلاص ببدأ هنفز المشروع لازم ابدأ اجيب التلات اه التلات اه التلات اه التلاتة دوكومنت دول التلات مستندات الرئيسين اللي هو المخططات وجداول الكميات والمواصفات وابدأ اقارن بينهم يعني انا ابدأ اقارن جداول الكميات والله عندي خمسين كاميرا داخلية هل اللي موجود في جداول الكميات هو اللي موجود في المخطط طيب هم موجودين مثلا على المخطط على single line diagram اروح افتح البلان اشوف الدور الاولانى فيه مثلا اربع كاميرات الدور التي فيه ستة كاميرات الدور الثالث فيه كذا ممكن الاقف بعض المشاريع تمام فيه بعض الاختلافات بين جداول الكميات وبين مين وبين الموجود على المخطط فمهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نراجع اللي موجود على المخطط مع الموجود في جداول الكميات وندخل بقى على مواصفات مواصفات كل نوع من الكاميرات او الان في ار او الجزء اللي احنا نشتغل عليه يعني انا مثلا هنا في المستشفى كان عندي مثلا كاميرات خارجية لازم اشوف الفرق في الاسبيكس بين الكاميرات الخارجية وبين الكاميرات الداخلية يعني انا هركب اندور كاميرا الاسبيكس بتاعتها انا مش بتكلم على الشكل الخارجي او الله انا عارف ان دي اه او دور فتبقى الاي بي بتاعها عالي والتانية هيبقى الاي بي بتاعها صغير طيب الكاميرات الخارجية دي لو الله ليها موتور عشان يعملني البيتي زد او يحرك الكاميرا طيب في حاجات كده بتبقى جنرال اه ديسكريبشن او يعني معلومات عامة عن النظام انا بقدر اعرف منها معلومات بسيطة عن النظام طيب عايز اعرف المعلومات التفصيلية لازم لازم ارجع للتكنيكال سبسيفيكيشنز الخاصة بالنظام طبعا من خلال من خلال التكنيكال سبسيفيكيشنز الخاصة بالنظام ومقارنة النظام مع جداول الكميات والمخططات انا ببدأ اشتغل على النظام بتاعي هنا احنا هنبدأ نشوف اه اه بعض التطبيقات الخاصة بالزكاء الاصطناعي تمام ودور الزكاء الاصطناعي كتقنيات يعني انا دلوقتي واحد يقولي لا والله طيب انا الزكاء الاصطناعي هيبدأ يشغلني فين في الكاميرات او يبدأ يفيدني فين في اه الفاير الارم او في العباق الانظمة احنا هنبدأ نشوف فكرة عن اه النظام بتاع الزكاء الاصطناعي وبيعمل ايه وبعدين نبدأ ندي الناس لان في ناس دخلها معانا طبعا اه اقترحوا علينا ان احنا ندي فكرة كاملة عن النظام بتاع اللوق كورنت اللي احنا هنبدأ نشتغل عنه فاحنا هنبدأ نقول معلومات عنه تمام بسيطة ونقول الزكاء الاصطناعي ممكن يزود فين في الجزئية دي واحدة واحدة فاحنا هنبدأ فيه في الزكاء الاصطناعي طبعا الارتيفيشل انتليجنت اخوانا في حاجات كتيرة جدا بتعتمد على انه هو يعمل انهانسمنت للنظام يعني هو يعمل تحسين لنظام كاميرات المراقبة طب هيعمل تحسين ازاي? انت المفروض تبدأ تشوف التكنولوجي المستخدمة في تصنيع الكاميرا نفسها طيب في الفير الارم لا والله ده ممكن يحسن من كفاءة الفير الارم سيستم بصفة عامة طيب هيحسن من ايه بالضبط? ممكن يحسن من كفاءة النظام تمام? يخلي النظام اللي بيعمل لفير الارم اكسر كفاءة بتاعته تزيد ونسبة تحديده للفير او للسموك او الحاجة اللي هو بيعمل لها زي مثلا هو بيحس بي او حساس غاز ده هيشم الغاز او غاز بشكل معين بيبقى بيعمل دمج لتكنولوجيات الزكاء الاصطناعي داخل هذا الحساس او بيبقى في داخل اللوحة الخاصة بالفير الارم سيستم وازاي تبدأ تعمل استشعار للبيانات. ثانيا التحليل او بنسميه داتا اناليسز. يعني انا دلوقتي كنت باخد الداتا بتاعت الاسموك ديكتور انا هشرح دلوقتي النظام. واعمل لها اناليسز. لا الزكاء الاصطناعي بدأ ياخد البيج ديتا والبيانات الكبيرة وبيعمل لها تحليل للبيانات. والتحليل ده واستشعار الخاص بالبيانات ده بيبدأ يديني دقة اعلى. الدقة دي بتفيدني فين? او هترفلكت معايا ايه يعني الزكاء الاصطناعي ده? انا هقدر احدد اشارات الحريق الحقيقية تمام? بالريال تايم. يعني انا انت هتقول لي والله طب ما انا اصلا في الانذار باقدر اخد ريال تايم. لا هو دقة السنسور نفسه عاليا هتزيد. دقة معاملة السيجنل اللي هتطلع من السنسور هتروح لي الجزء الخاص بالكنترول الموجود في الفير الارب كنترول بانل هيزيد. فبالتالي هو هيبدأ يعمل انهانسمنت داخل الالكترونيك ديفايس بحيث تعمل تحليل للبيانات اللي جايالها من الامبوت يونت اللي هي السنسورز بشكل ادق واكبر. ثانيا هم بيعملوا تدريب لنظم الزكاء الاصطناعي عشان يعمل تعليم آلي عشان يحسن من قدرة او التنبؤ به حدوث حرائق. ازاي? يعني هو هيجيب فيه انماط للحرائق. فيه حرائق فيها في حاجات خاصة فيها الهيت بيحصل حريق. في حاجات بيحصل جاز بيحصل بيسبب الحريق. فهو بياخد بالزكاء الاصطناعي الانماط المختلفة للحرائق وشدة الحرائق كانت كام. ويبدأ يعمل سيناريوز. يعني معظم شغل الزكاء الاصطناعي انه هو بياخد السيناريوهات اللي بتحصل. ويبدأ يعملها ويبدأ يخزنها عنده في الزاكرة ويبدأ يعمل او يعمل تنبؤ او يزود من سرعة الاستشعار. يعني المدى الدقيق دلوقتي في دخول الزكاء الاصطناعي في الدواير الالكترونية الخاصة بانزار الحريق انه هو يقدر يسجل انماط مختلفة. تمام? ليه الحرائق? ويحطها في زاكرة او في الميموري الخاصة بالكنترولر الخاص بلوحة التحكم او الكنترولر اللي موجود في الدايرة اللي بتعمل تحكم. تمام? ويبدأ يحط الانماط دي كبازلاين ليه. ويبدأ كل ما ييجي نمط او تيجي حاجة قبل يشوفها موجودة في البرمجة بتاعته بالزكاء الاصطناعي. اه الحالة دي هي السيناريو الفلاني. الحالة دي هي السيناريو العلاني. وبالتالي بيبدأ يعمل اصرع من خلال الزكاء الاصطناعي. بدأوا حاليا ياخد صور من الكاميرات ويبدأ يربط الفاير الارم اهو. بيستخدموا الزكاء الاصطناعي في بعض الاحيان التعرف على صور لتحليل الكاميرات اللي موجودة عشان اقدر اعرف نوع الحريق. وبالتالي اقدر تمام اكتشف الحريق ده بوقت مبكر. طب احنا عارفين الفاير الارم او الشغل بتاعنا احنا الشغل انه كمهانسين كهرباء بالذات في الفاير الارم وليست في الفاير فايتنج. طبعا انزار الحريق. وده غالبا بيبقى احنا كمهانسين كهرباء اللي شغلين عليه. في اطفاء الحريق وبيبقى اللي شغلين عليه مهاندسين ميكانيكا. طبعا في ناس مهاندسين حريق متخصصين في الفاير وفايتنج او الفاير الارم بيفهم في المنظومة كاملة او بتعامل مع المنظومة كاملة. فهنا بيقدر هو ياخد من صور ويبدأ يتعرف على الصور دي. ويبدأ يشتغل آآ آآ عليها ويبدأ يعمل ديتكشن للحرائق وانواع الحرائق ويبدأ يعملها في البيز بتاعته ويشتغل عليها في تحديد انواع الحرائق وبالتالي هو بيستخدم الارتيفيشال انتليجنت في تحديد الحرائق. طبعا في حاليا بيستخدمه التحليل الصوتي. يعني هو بيبدأ يسجل اثناء الحريق بيسجل مقاطع صوتية لاصوات الحريق نفسها ويبدأ يدخلها في السيستم عنده واول ما يبدأ يسمع اصوات معينة يبدأ يستحضر السيناريو تمام الخاص بهذا الحريق وبالتالي يقدر يعمل ديتكشن اسرع لعملية الحريق. طبعا كل ده هو بيستخدمه واللي همنا في الموضوع الجديد ان هو يعمل بيه او يعمل بيه تنبؤ ان هو يعمل نمازج او سيناريوهات زكية يقدر من خلالها يشوف الانماط المختلفة للحرائق ويقدر يسجلها وده الحتة المهمة جدا اللي احنا عايزين نركز عليها. طبعا بيزود كمان الزكاء الاصطناعي بيعمل تفعيل الاجراءات الالية. يعني الزكاء الاصطناعي يعمل لتفعيل اجراءة لانا اقدر في حالة اكتشاف الحريق. خلاص هشغل مسلا نظام الاخلاء بوقت اسرع. هتقول لي طب ما هو نظام الاخلاء ده موجود. تمام? وبيشتغل. لا هو بيزود او الاستجابة الخاصة بنظام آآ انزار الحريق. وبالتالي يفعل نظام الاخلاء باسرع وقت ممكن. بيدي كمان او اشعارات لحظية. احنا دلوقتي كل الشغل بتاعنا اللي همنا اني اقدر اعمل للفاير باسرع وقت ممكن. تمام? واقدر اعمل انزار للناس او تنبيه للناس اللي موجودة باسرع وقت ممكن. وبالتالي بربط بالزكاء الاصطناعي. الاجراءات بتاع التنفيذ او الانزار مع الزكاء الاصطناعي وبيديني السرعة اكبر في عملية آآ الانزار. طبعا الزكاء الاصطناعي بيستخدم في تحليل التغيرات في البيئة المحيطة. يعني انا من اقدر من خلال ان انا ااخد قراءات لدرجات الحرارة لسرعة الرياح لمعاملات كتيرة محيطة بيا في البيئة. وبالتالي اقدر اشوف لو المعاملات اللي موجودة داخل. طبعا بنحط في بعض الاوقات وبنربط الانزمة مع الوزر ستيشن. في الجزئية الخاصة بالبيئة المحيطة ابدأ اربط مع وزر ستيشن. تمام? ويه الوزر ستيشن ده بيبدأ يوضح لي حالة الجو او البيئة المحيطة بيا. وبناء على هذه الحالة اشوف لو حصلت تغيرات غير طبيعية او غير عادية. تمام? وبالتالي اقدر من خلال القراءات دي من خلال الوزر ستيشنز او التحليل التغيرات البيئية المحيطة اقدر اتنبأ بانه هو ممكن يحصل اه حراية قبل ما تكون الحراية دي اه حصلت او اه قبل ما تكون على الاقل بدأت تأثر علينا بتأثير اه سلبي. ده كان جزء بسيط عن مقدمة الزكاء الاصطناعي ودوره ببساطة شديدة في انه هو بيسرع عملية الانزار وبيخلي عملية الانزار معتمدة على سيناريوهات موجودة قبل كده وعمل تحليل للاصوات الخاصة بالحرايق وحطها كداتا بيز يبدأ يقارن بيها ويصرع في عملية الانزار وخد برضو صور وفيديوهات موجودة كبيز يقدر من خلال هذه الصور يعمل اه دي تيكشن ويقدر يدخل كمان على الدي تيكشن ده كمان ويقدر يحدد بيه عملية الانزار اه اسرع بكتير من اه عملية الانزار التقليدية طبعا في ناس معانا في الجروب احنا هنبدأ نشرح اه بسرعة كده احنا قلنا الانظمة الحديثة نبدأ نشرح نظام الفاير الارم بتاعنا العادي هو طبعا انا لما باجي اشتغل على تصميم فاير الارم لازم اشتغل على اه الاكواد العالمية زي الان اف بي اي اتنين وسبعين اللي هو الانشونال فاير اه بروتيكشن اسوشييشن والان اف بي اي هو الستاندرد اللي معظم الناس بتشتغل به فيه ستاندرد تاني اللي هو البريتش ستاندرد اللي هو البريتش ستاندرد تمانية وخمسين تسعة وتلاتين وده عبارة عن مقياس اوروبي وفي عندي الفي دي اس اللي هو المقياس اه الالماني طبعا في حتة مهمة جدا في الفاير الارم بالذات لازم ابقى ملتزم مع الدفاع المدني اللي موجود في الدولة يعني انا موجود في السعودية انا ملتزم باشتراطات الدفاع المدني اللي موجودة في السعودية انا موجود في مصر ملتزم باشتراطات الدفاع المدني اللي موجودة في مصر وغالبا ما بيحصلش اه يعني اه تعارض بين الانظمة العالمية وانظمة الدفاع المدني وهنا بيقول لي والله لو حصل ان فيه تعارض دايما بلتزم باشتراطات الدفاع المدني اللي موجودة في الدولة النظام ببساطة هو عبارة عن نظام انذار مبكر للحريق في حالة حدوث حريق او بداية حدوث حريق بمجرد دخول الدخان او وجود ارتفاع في درجات حرارة ابدأ اعمل انذار لقاطين المبنى وابدأ امكنهم بالانذار من الهروب عشان احمي ارواح الناس من الاختناق او من الدخان واقدر كمان اكافح الحريق في اول مرحله ودي فايدة او ميزة الانذار المبكر ضد الحريق طبعا كان فيه الانظمة القديمة اللي هي الكونفينشنال وحاليا موجود فيه عندي الادرسابول احنا متكلم عن التقنيات الحديثة فاحنا طبعا معظم الشغل بتاعنا هيكون ادرسابول فير الارم سيستم الفاير الارم ببساطة شديدة يا اخوانا او معظم انظمة انا بقسمها ان انا بيبقى في عندي بروسيسنج يونت تمام وحدة معالجة زي الناس بتوع الكمبيوتر او وحدة المعالجة ووحدة المعالجة دي بيدخل لها في عندي وفي عندي فمعظم انظمة احنا بنمثلها كده تمام يبقى انا في عندي وحدة ادخال وحدة الادخال هنا هي عبارة عن الحساسات يعني انا اصلا ممكن ادخل الانظار ده او السيجنال للوحة طبعا البروسيسنج يونت هي اللوحة واقدر ادخل الانظار ده او الالارم من خلال اللي هو كاشف الدخان او من خلال كاشف غاز او من خلال اللي هو الجاز ديتكتور او الكاشف الحراري وبالتالي اقدر كمان ادخل لو انا لسه يعني ما شافتش او ما حسيتش بيه الحاجات اللي هي الحرارة او الدخان اقدر لو حد شاف ان في مشكلة يقدر يدخل بالكاسر الزجاجي او الماني والكول بوينت بنسميه فدي الوحدات اللي انا بقول عليها الامبوت او وحدات الادخال اللي بدخل بيها الالارم بتاعي للسيستم طبعا دلوقتي في انظمة الفاير الارم سيستم بيقى عندك معظم السنسورس دي بيقيت سمارت سنسورس يعني هي تقدر تديتكت بقدرات اعلى وده اللي ان شاء الله نتكلم فيه ممكن في محاضرات القادمة بالتفصيل ناخد كل ونقول ايه اللي سمارت فيه من خلال تطبيق على شركات بعينها يعني هنجيب مسلا سموك ديتكتور هيت ديتكتور مسلا جاز ديتكتور من شركة هانيويل مسلا ونقول والله الحتة دي هي الجزئية المتقدمة فيه طبعا بناء على لان انت لازم تقرأ لسبيكس بتاعت المشروع بتاعتك كويس تبدأ تشوف وحدات الادخال بتاعتك الجزء المطلوب فيها ايه هل هو ده جزء سمارت ولا الجزء ده في زكاء صناعي في التحديد ان انا بزود القدرة على التحديد السرعة الاستجابة وهكذا طبعا بعد ما انا خدت الامبوت يونت دي دخلتها على البروسيسينج يونت اللي هي وحدة المعالجة هيطلع عندي الالارم الالارم ده ممكن يكون لو انا خارجي ممكن اركبه على مايكروفون اللي هو الهورن او البوك ممكن اركبه على بيل اللي هو الجرس ممكن اركبه لو في ناس عندها مشاكل في السمع فبعمل استروب لايت او بيسموها الاضاءة التحذيرية تمام من خلال وحدات اخراج مختلفة بقدر اعمل انذار للناس بان فيه خطر من ناحية السموك او الهيت او فيه مشاكل ممكن تأثر عليهم طبعا بيبقى فيه عندنا حاجة مهمة جدا اللي هما بيسموها خطة الاخلاء خطة الاخلاء دي المفروض بيعملها المهندس تاع الفاير والالارم والمعماري كمان خطة الاخلاء اساسا معمارية بحيث يبقى شايف الكوليدورز والاماكن ومخارج الطوارئ فبيحطوا طبعا لوحات ارشادية في مخارج الطوارئ عشان توضح للناس تبدأ تتحرك ازاي داخل المباني فيه شركات كتير جدا بتصنع الفاير الارم سيستم فالمشكلة ان الناس عايزة تروح لبراند بعينه هو يدخل يحفظ الاسبيكس بتاعت البراند دا لا دا انت بتشوف الريكويرمنت بتاعتك في المشروع وتبدأ تعمل اسقاط للشركة الفلانية دي هل تتطابق مع متطلبات مشروعك ولا لا يعني انا المفروض رقم واحد بجيب جدا والكميات واجيب بتاعتي وبناء عليها ببدأ اشوف الشركات اللي المفروض ابدأ اشتغل منها في نقطة مهمة جدا طبعا اه في الاسبيكس بيبقى كاتب لك مين المعتمدين يعني هو ييجي اكتب لك والله انا عايز الكاميرات من شركة بوش ومن شركة اه هانوي فانت مش هتروح تجيب لي مسلا دهوة مسلا او شركة اي شركة تانية مش موجودة في في بعض المواصفات يروح كاتب لك ويكتب لك لشركة او اتنين او تلاتة او اكتر ولازم معاهم يكتب لك الكلمة دي هاريت نكتبها الكلمة دي او ايكوال ابروفت يعني انا دلوقتي يا مش مهندس لو رحت اجيب بناء على الاسبيكس بتاعتك وروحت جبت شركات بلقيت شوالة شركة من اللي موجود عندي دول ليهم طبعا في ناس بتشترط برندات معينة يعني اقول لك لا انا عايز الكاميرا دي او عايز نظام انزار الحريق ده من شركة هانوي تقدم له اي حاجة تانية يقول لك لا انت المفروض تجيب لي نظام هانوي طب مش افالابل دلوقتي ما ليش فيه فانت لازم تلتزم بالمانيفاكتشرا فانت هتدور في الاسبيكس ودي حتة مهمة جدا اول حاجة تعملها لما تدخل على المواصفات الفنية لاي مشروع تشوف هل هو الزمني بمصنعين عاديين اه عايز مصنع معين ولا ينفع تمام ابدأ اشتغل باي مصنع السؤال ده مهم جدا هل انا ملتزم بمصنع بمانيفاكتشرا معين ولا ينفع اشتغل باني مصنع ففي ناس بتحط لمصنع او اتنين او تلاتة ويجي طبعا عشان لو ما فيش التلاتة دول افالابل نتيجة اي ظرف من الظروف اقدر اجيب لك شركة مثلا ربعة معاك وتطابق الاكس بكس يبقى انا الهدف بتاعي كمهندس مقاول هاعتمد من الاستشاري او من المالك انا اعمل او اعمل جدوى المقارنة اني والله الكاميرات اللي انا اخترتها او انظمة الحريق اللي انا اخترتها تتطابق مع مواصفات هذا المشروع هو كده مش هيقدر اتكلم معاه فانا هاي اللي هنا والله فيه زي هانويل وبوش وسيمينز وايسر وسيمبليكس وجينت طبعا تمكن الشركات تمكن كتير جدا والناس اشتغلت على سيمبليكس ناس اشتغلت على ايسر ناس اشتغلت على سيمينز وهكذا تمام فانت بقى لازم تدخل تقرى المواصفة بتاعتك وترجع للشركات لازم المهندس يبقى ملم بمعظم الشركات يجيب الكتالوجات الخاصة بالشركات المعتمدة عنده في المشروع ويبدأ يعمل اسقاط بهازي الكتالوجات على البرندات اللي هو بيشتغل منه طبعا هنا في احنا مش هندخل ديب لي قوي بس انت في عندك السموك ديتكتور تمام في عندك ايونزيشن وفي عندكUD دول النوعين الخاصين فيه نوعين في نوع جهة تكتر وفي ريت اوف رايز. totally미 Distance او الهيت ديتكتور فاحنا بنروح لحاجة بنسميها كاشف اللهب او بيسموها الفليم ديتكتور او بيسموها البيم ديتكتور طبعا هنا في السموك والهيت بي عندي نوع بيعمل يعني بيجمع بين الاتنين بنسموه مالتي ديتكتور وده مستخدم كتير جدا وبالذات في غرف الكهرباء وفي الاماكن الحيوية انا بستخدم مالتي ديتكتور او بيسموه للقدرة على انه هيحس حرارة ويبدأ كمان يحس كسموك يعني هو يعمل كسموك ديتكتور ويعمل كهيت ديتكتور زي ما قلنا في الاماكن المفتوحة والاماكن العالية انا بستخدم في بعض المناطق انا بحط فيها طبعا في المكيفات بحط دكت ديتكتور ده كاشف آآ دخان بنحطه داخل الدغتات الخاصة بالمكيفات وفي عندي آآ نوع خامس اسمه بنحطه جنب آآ السلوانات الخاصة بالغاز او بيستخدم فيه الكاشف عن الغاز في اي مكان موجود في آآ غازات مختلفة طبعا ليه انواع معينة من الغازات كل بيحس او بيديتكت غازات معينة هنا بتكلم عن بصفة عامة ياخد وبيقول لي ده بيستخدم في الحرائق السريعة او الحرائق آآ مرتفعة الطاقة احنا معظم الشغل طبعا بيستخدم اللي هو المنتشر كتير جدا اللي هو كاشف الدخان الضوئي تمام وبنتعامل معه كتير جدا في الشغل اللي هو السموك آآ السموك ديتكتور او بيسموه آآ سموك ديتكتور طبعا فيه اشكال مختلفة يعني احنا لما هنيجي ندخل بقى في التقنيات والاشكال لا هتلاقي فيه اشكال كتيرة جدا مختلفة آآ من آآ الديتكتورز حسب الشركات وحسب التكنولوجيز اللي هي مستخدمة فيها فهو بيحس بالدخان ازاي وسرعة استجابة السموك ديتكتور يعني هو مش مجرد ان انا عندي آآ ديتكتور وخلاص لا ده لازم اشوف هل الديتكتور ده سريع الاستجابة ولا لا آآ في عندي طبعا اشكال آآ مختلفة من آآ آآ سموك ديتكتورز بنشوف آآ هنا التوزيع كمهندس المفروض السموك الواحد بياخد تقريبا سبعة ونص متر حسب الكود بس احنا بنشتغل على آآ خمسة متر قطريا وده طبعا على ارتفاعات بتكون آآ تلاتة متر فده مهم جدا لما اجي اوزع بلاقي بين سموك ديتكتور وسموك ديتكتور تقريبا آآ كل واحد بيديني خمسة متر فبالتالي بين سموك ديتكتور وسموك ديتكتور في في الكوليدورز بيكون عشرة آآ متر وآآ برضو لهي الديتكتور المسافة بين ديتكتور والتاني تقريبا الخمسة وتلاتة من عشرة طبعا احنا بنخليها بين الديتكتور والتاني تقريبا آآ اربعة متر فبيبقى بين الاتنين ديتكتور تقريبا آآ تمانية آآ متر على ارتفاعات طبعا آآ تلاتة متر في اشكال مختلفة من الديتكتورز وآآ انواعها المختلفة زي الهيت ديتكتور مسلا فيه منه الفكس تنبريتشور وهكذا فيه المالتي آآ سنسور او المالتي ديتكتور اللي هو بيسنس الهيت والسموك او بيسنس الاتنين بيستخدم طبعا في غرف الكهرباء او في غرف الميكانيكا وفي عندي برضو آآ باشكاله المختلفة في الجاز ديتكتور في الكربون دا اكسايد اللي بيستخدم فيه المواقف او فيه الجارجات دي اشكال مختلفة للدكت ديتكتورز ان شاء الله الملفات كنا تكون معاكم فيه طبعا سموك وكاربون مونو اكسايد آآ ديتكتور دا بيستخدموه في الباركينج البيم ديتكتور دا بنستخدمه فيه الاماكن المرتفعة تمام وبيبقى عبارة عن جزئيتين هو عبارة عن آآ ترانزميتر مرسل وريسيفر وبيبقى اللهب موجود في النص هنا لما يقطع السيجنال المبعوثة بين الترانزميتر والريسيفر بيبدأ يدي الارم فيه طبعا منه اشكال آآ مختلفة الجزئية دي طبعا هي الترانزميتر والجزء التاني دا الريسيفر طبعا فيه عوامل كتيرة تانية بنشتغل عليها فيه التصميم الخاص بالفار الارم آآ ان شاء الله تكون الملف معاكم فيه طبعا زي ما احنا قلنا لو واحد شاف الحريق او قبل ما يحس به الديتكتورز بيبدأ يدي الارم من خلال المانيول آآ كول بوينت وحدات الاخراج بتبقى ليها اشكال مختلفة سواء كانت آآ بتطلع اشارات ضوائية وصوتية او البل او الهورن تمام فا او سماعات عبارة عن سبيكرز ليها اشكال آآ مختلفة فيه حتة مهمة جدا برضو دي من احد الحاجات المهمة اللي احنا المفروض نشتغل عليها كويس جدا حتة اللي هي بتربط بين الفير الارم سيستم ودي مهمة جدا لازم تعرف السيناريوز الخاصة آآ بالفير الارم سيستم ودي حتة ناس كتير جدا يعني مبقاش فاهم اه والله انا لما يحصل ان يكون فيه حريق لازم يحصل فيه سيناريو والله انا عايز اوقف المصاعد طيب انا عشان اوقف المصاعد المصاعد هربطها ازاي بالفير الارم في عندي اللي هو الديفايس اللي هو الكنترول بنل اقدر اوقف آآ بعض لوحات الكهرباء اعملها اغلاق تمام اقدر اشغل مراوح آآ سحب الهواء فانا بستخدم الكنترول موديول وده فيه تقنيات كتيرة جدا في الكنترول موديول حديثة بتقدر تعمل او التوافق بين الانظمة المختلفة بتعمل باسرع ما ما يمكن الجزء التاني او الديفايس التاني اللي هو بيسموه المونتور موديول وده بيستخدم فيه ربط الفير الارم مع الفير فايتنج بقدر اشوف منه اللي هو المفتاح بتاع مواصير الاطفاق واقدر اشوف منه واقدر اتابع او عملية وجود المية في المواصير بتاعة الفير فايتنج موجودة ازاي من خلال ربط النظامين بمونتور موديول لبقى انا عندي كنترول موديول ومونتور موديول وهنشوف ده تشديد وقيت تكنولوجيز الجديدة اللي موجودة في النظامين طبعا دي اشكال مختلفة للمونتور موديول حسب البرندات طبعا الكونفينشنال فاير الارم كنترول بني الخلاص دي عافى عنها الزمن احنا معظم الشغل بتاعنا في وده اللي عليه الزكاية الاصطناعية وتشغيل اللوحة بتاعة الفاير الارم بالزكاية الاصطناعية والديتكشن السريع بتاعها طبعا انا اقدر اوصل زي ما هنشوف دلوقتي عدد من او الديفايسز بناء على انا عندي لوحات فيها عدد معين من تمام فيها لوب واحد فيها لوب اتنين فيها لوب تلاتة لوب اربعة لوب واها كزا بيحطوا برضو في اماكن بيبقى خلاص اللوحة جبتها وانا عايز اعمل توسعات فبركب لوحة تانية بيسموها آآ ومهم جدا ان انا كمان اشغل على اشوف المواسير والكابلات الخاصة بالفاير آآ الارم بتاعي واشتغل عليها احنا كده اخدنا فكرة سريعة عن الكاميرا آآ عن الجزء الخاص بالفاير الارم والتقنيات الحديثة اللي موجودة فيه هنبدأ ناخد آآ فكرة برضو عن آآ تقنيات الزكاء الاصطناعي في آآ كاميرات آآ المراقبة في عندي هنا اخوانا في الكاميرات في شغل كبير جدا بقى داخل في موضوع الزكاء الاصطناعي او داخل في التقنيات المتقدمة فيه الكاميرات زي التعرف الفوري اللحظيا على من خلال كاميرات المراقبة على الاشخاص او على بعض التغيرات اللي موجودة في مكان معين تمام فانا بقدر اعمل وده المهم جدا يعني ممكن واحد ياخد قراءة بعدها بثانية بثانية لا انا بقدر اخد تمام آآ آآ اللقطات او الفيديوز لحظيا تمام دون تأخير ودي اللي هي داخل فيه يعني انا هتقول لي والله الكاميرا طب في ديلي ديلي بالميلي سكند تمام طيب النيو تكنولوجي دلوقتي فاننا اقدر اعمل تعرف فوري على الكائنات او على الاجسام دون عدوس تأخير لحظيا طيب آآ تاني حاجة بيعمل ايه الزكايا الاصطناعي بيوظفوا التقنيات بتاعة الزكايا الاصطناعي في تحليل سلوك الافراد والكائنات يعني انا مثلا احطط كاميرات مرأبة بشوف بيها مكان معين انا اقدر اشوف النهاردة آآ الاشخاص دول اتصرفوا بشكل آآ معين التاني يوم نفس الشكل تالت يوم نفس الشكل فانا اقدر اعمل بيز لاين ليا اقدر اخد قراءات وتبقى هي دي اللي انا اقدر اقارن بيها هل السلوك ده اختلف من آآ مكان لآخر او اختلف من وقت لآخر النهاردة عم بكرة عم بعده حسب آآ آآ الدخول بتاعي في حد بيقول انا مش عارف ادخل يا بش مهندسة يا ريت شوفي بس الناس اللي هما هل في حد انا كل الناس طيب مهندسة اسماء يا ريت شوفي بس الناس اللي ما دخلتش لو سمحت فانا هنا بعمل آآ آآ دراسة لسلوك الاجسام او الاشخاص او الكائنات اللي انا ببدأ اتعرف عليها من خلال الكاميرات المرابة وابدأ اسجل السلوك ده وبالتالي اقدر اعمل لو كان في حاجات او حركات غريبة والكلام ده هنبدأ نشوفه لما نبدأ نشرح الكاميرات بالتفصيل بحيث اقدر احدد لو في حركات غير طبيعية او في اي اجزاء نقدر نتعامل معها معلش في في ناس بتبعت اسئلة خلينا ناخد الاسئلة كلها مرة واحدة لان الموضوع كبير والشباب في داركو بيقولولي يعني ايه الوقت فانا عايز يعني اشرح اكبر قدر ان شاء الله ممكن يعني طيب التفاعل الزكي الزكاء الاصطناعي بيبدأ يعمل زي بين الكاميرات والاحداث يعني ايه يعني والله هو بيشوف اكشن معين يبدأ يرسل تنبيهات لاشخاص معينين واخدين الاكسس على الكاميرات دي ده المفروض المكان الفلاني ده بيبقى فيه دايما سيارة واقفة بالبضع الفلاني المكان ده تغير طب فيه حد بيفتح السيارة الفلانية فيه اكشن بيتاخد من خلال التفاعل الزكي بين او الاسمارت بين الكاميرات وبين الاشخاص المعنيين او الستيك هولدرز اللي هم متابعين او بيعملوا على الانظمة المهم جدا دلوقتي ان بقي الداتا اللي بتاخد من الكاميرات بيبدأ يتعامل معاها وزي ما قلنا بيعمل تكامل لبعض اللقطات او بعض الفيديوهات ويحسن بيه الاداء بصفة عامة وبالتالي بقي عنده قاعدة بيانات بيعملها اناليسيس تحليل بيانات قوي جدا بناء على مشاهد تمت النهاردة وبكرة وبعد وخلال الشهر الفلاني فبيقي فيه تفاعل بين الكاميرات وبين الاشخاص المعنيين بالكاميرات التفاعل ده او الوصول بين ان الكاميرا تبقى سمارت كاميرا وان هي تتفاعل معاك وتبدأ تديلك تنبيهات معينة ده بيبقى مبني على حاجة بنسميها الاجوريزمز كتيرة جدا هنبدأ ان شاء الله يعني نتعرف عليها ممكن في المحاضرات اللي جاية الاجوريزمز اللي هو بيتعامل معاها والتقنيات بحيث يبدأ يحلل البيانات الكتيرة دي سواء كان تحليل كامل للفيديوز اللي هو بياخدها او للصور اللي هو بياخدها بالكاميرا او الكاميرات اللي هي بتسجل صوت وصورة كمام بيعمل اناليسيز للصوت وبيعمل تكامل بين الحاجات دي من خلال زي ما قلنا او حاجة منهم اللي احنا هنسميها الشبكات العصبية العميقة اللي هي النيورالاناليسيز ده تكنيكس مستخدم في تحسين اداء الكاميرات اللي هو بيسموه الشبكات العصبية العميقة ده بيحسن من دقة التعريف على الوجوه يعني ممكن الكاميرا في الاول والله الريزيليوشن بتاعها تمام او مش واضح او الاناليسيز بتاع ملامح الوش مش واضح لا لما يدخل الشبكات العصبية العميقة اه في عمليات تحليل الصور او تحليل الفيديوهات ده هيزود من قوة الكاميرات في التمييز بين الاشخاص المختلفين والاشياء المختلفة وبالتالي بيديني دقة اكتر في عملية تحديد الوجوه او تحديد الاشخاص بشكل سريع جدا وكمان بدأ يعملي تحليل الفيديو فوري يعني ممكن هو يربط لي اللقطة دي لحظيا بان الفلان الفلاني ده عنده مشكلة مثلا قانونية تمام اه ده كان موجود في المكان الفلاني وعنده تحزير في الحتة فهو بيبدأ يعمل تحليل للفيديو اخطر ميزة دلوقتي من الاخر يعني ان انا بعمل ريال كيس ستادي بعمل حاجة فعلية لحظية يعني بعمل للفيديو للصور والصوت لحظي ده اللي بيدخل في عمليات الزكاء الاصطناعي طبعا في الكاميرات في تطبيقات كتيرة جدا اه بدأنا نشوفها زي الكاميرات الحررية اللي احنا كنا بنستخدمها في الايام الكورونا في الدوامات والكلام ده وطبعا بنستخدم كاميرات سلاسية الابعاد في الرصد والتحليل والكلام ده فهو يبدأ يعمل تقنيات استشعار متقدم عشان يبدأ يتعرف على الوجوه ويبدأ يتعرف على الاشخاص اللي موجودين او اللي بتصورهم الكاميرا طبعا لازم نعرف برضو اخواننا اللي هم يعني مش سبيشياليست او في الكاميرات وعايز يستفيد يعرف اني السي سي المرأبة كاميرات المرأبة هي عبارة عن اه وفي عندي شركات كتير وانا دايما بقول لك ومين كمان يعني في شركات تانية كتير طبعا في هانويل في بيلكو في فيليبس اه في دهوة في اه سوني في بوش في شركات كتيرة جدا انت بتشوف اللي مطابق معاك في الجزء الخاص بالنسبكس بتاعتك من زي ما قلنا وتبدأ تشتري الكاميرات بناء على المواصفات التقنية او الفنية المطلوبة عندك في المشروع طبعا في كاميرات كانت والكلام ده احنا مش هنشتغل على الحاجات القديمة دي المهم جدا في الكاميرات بقى الجديدة والقديمة ان انت تبقى لو احنا رجعنا تمام الجزئية الخاصة بحساس الكاميرا والحيطة دي حاجات مهمة جدا لازم الناس تبقى اه واخد بالها منها في ان انت تبقى مركز في حساس الكاميرا في عندي اه تقريبا تلك انواع من الحساسات بتاعت الكاميرات ودي طبعا اصلا فيها بقى دلوقتي كبير جدا وداخل فيها العالي بحيث يبدأ يحسن من اداء الحساس نفسه فحساسات الكاميرا في عندي نوع رقم واحد اللي هو بيسموه طبعا احنا الحساس او الكاميرا بيشتغل ازاي بصفة عامة ان انا بقسم المشهد نفسه لمجموعة من البيكسلز عبارة عن خطوط وفقية تمام وخطوط رأسية التقاطع بين هذه الخطوط بيكون عبارة عن وحدة بنسميها البيكسل فالحساس ده او السنسور ده تمام هو او الاي سي ده نقدر نسميه هو اللي بيعمل عملية تحويل للمجموعة من البيكسلز زي ما كنا بنعلم الناس زمان الرسم يقولك لا اسم له الصورة كده لمجموعة من المربعات عشان لما يجي يرسم مثلا شخص معين ما يرسمش ودنه مثلا اكبر من دماغه وهو يبقى عنده احساس لا ودنه دي تبقى في المربع الفلاني وهو بيعمل حاجة بسيطة زي كده بيقسم المشهد نفسه الى مجموعة من النقاط تقاطع الخطوط الافقية مع الرأسية واحنا كنا زمان بنقول على الريزيليوشن باللاين يعني يقولك كام لاين دلوقتي طبعا بالبيكسل اللي هو نقطة تقاطع الخطوط الافقية مع الرأسية مهم ان في حساس اسمه سي سي دي تمام ولو انت رجعت للمواصفات هنرجع دلوقتي الملف الورد هتشوف ان كان طالب عندي الامج سنسور يكون سي سي دي يبقى سي سي دي نحفظها مع بعض اسمها تشارجد كابل ديفايس ده نوع من انواع الامج سنسور او حساس الكاميرا في نوع تاني اسمه سيموس يبقى انت المفروض في عندي نوع رقم واحد اسمه سي سي دي النوع التاني اسمه سيموس سنسور طبعا السيموس اختصارة تمكي الناس درسة الكترونيكس كورس كامل في الالكترونيات عن السيموس او عن المصفت نفسه سيموس معناها ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور هو عبارة عن اي سي في الاخير برضو تمام ارخص شوية من السي سي دي يعني السي سي دي اغلى شوية وكفاءته اعلى السيموس اقل شوية في السعر ويعني كفاءته اقل بس في كاميرات كتيرة جدا بتستخدم السيموس فانت مهم جدا ترجع اللي هم ان انا بقى ترجع للاسبيكس بتاعت المشروع وتشوف هل يا ريت نكتب الحتة دي لما اروح اعتمد الكاميرا لازم اروح ما رحش اخلي السابلاير يقول لي خد ده مشكلة ناس كتيرة جدا ييجي يقول لك ايه اعمل لي كومبيلاين تروح واخد الاسبيكس وييجي قدام كل فقرة اكتب لك كومبيلاين كومبيلاين وتوافق معاها تمام زي الفل وتيجي في الاخر تلاقي لا والله طب تعال انت كومبيلاين ازاي انا طالب مسلا هنا اميج سنسور نوعه مسلا سي سي دي انت جاب لي الكاميرا بتاعتك سيموس يبقى ده نوت كومبيلاين ضيق فيه طبعا حساسات بيسموها الميجابيكسل دي حساسات عالية الدقة عملوا ميكس تقريبا بين السي سي دي والسيموس ويطلعوا آآ ميجابيكسل آآ سينسورز بتكون يعني سعرها اقل شوية وكفائتها آآ عالية بعد كده بتكلم عن آآ قطر الحساس نفسه قطر الحساس ده هو لا يحدد للمشهد نفسه كأنه هو القرانية بتاعت العين اللي بيبدأ شوف فيها فبيقول لي والله هنا لو عندي السي سي دي ده مثلا واحد انش او اتنين على ثلاثة انش او نص انش او تلت انش لو انت ملاحظ كل ما القطر الحساس ده بيصغر كأني انا باخد جزء من الصورة آآ اصغر في المساحة او العرض طبعا دي اشكال للميجابيكسل الكلام ده كله بيبقى داخل الكاميرات ممكن انت ايه ما تتعرضش عليه بس انت تشوف بتاعي القطر طبعا بيقاس قطر الحساس بيه الانش او البوصة اللي هي تقريبا بتساوي اتنين اربعة وخمسين من مية آآ سنتيمتر الانش وتبدأ تشوف بقى آآ ده والله قطر الحساس كزا وبالتالي هاديلك نسبة العرض الى الارتفاع في حاجة مهمة جدا كنا بناخدها او بنتعامل معا كتير جدا بيسموها الاسبيكت ريشيو الاسبيكت nelle هي الطول للعرض او الارتفاع دي احنا بنسميها الاسبيكت ريشيو يعني مسلا اقول له الاسبيكت تريشيو دي اربعة لتلاتة يبقى نسبة الطول اربعة سنطي مسلا والارتفاع ده تلاتة سنتي وهكذا فهتلاقي هنا نسبة العرض الارتفاع اربعة لتلاتة. والقطر بتاع الحساس. اه سواء كان طبعا هنا اذكر لك القطر اللي هو ده. واذكر لك الطول اللي هو ده. اللي هو مسميه هنا العرض وهنا ده ايه الارتفاع. في جداول طبعا بتختلف من شركة للتانية. في ناس حتى الحاجات دي ما بتبقاش موجودة على هيئة يعني جداول ممكن تبقى موجودة كالارقام اه في الندوان. طيب. هنا بنشوف طبعا اللينسز. انا يا اخوانا يعني المفروض الانظمة كتير. اه ان شاء الله هناخد يعني السي سي تي في وبعدين هناخد جزئية بس في الاكسس كنترول. عشان الناس بس مش هنطول. يعني احنا ماكسيمام هيبقى ساعتين احنا دلوقتي في دلوقتي الساعة سبعة وتلتة يعني قدامنا ان شاء الله مص ساعة وخلص الجزئية دي لو حد عايز يسألها حاجة هتفضل يعني. هناخدها في عجالة برضو. العدسات طبعا مهم جدا ان انا ركز في العدسات على اه اه نفسها وقيمة اللينس لان لو انا ما زبطتش اللينس بيطلع عندي فيه جزء من الصورة زي حرف البي ده او ده تلاقي فيه جزء منه هنا ايه مش طالع عندي في الصورة حصله اه اه طبعا دي بترتبط بحاجة بنسميها او البعد البقري ولو انت شايف هنا الاربعة ملي بتاعته يعني كبيرة. التمانية ملي اه لينس الانجل بتاعته اصغر الاثناشر ملي اه لينس الانجل بتاعته اصغر وده واضح جدا في الصورة دي لو انا خدت اللقطة بعدسة اه شايفة مثلا بعدسة تلاتة وتمانية من عشرة ملي فانا شايف كل الصورة دي لو انا غيرت الملي متر بتاع العدسة تمام زودت ه شوية روحت ليه ستة ملي متر تمام في هتروح تلاقي حصل فوكس كده وان انا قربت من العدسة او من الابجيكت بتاعي اكتر كل ما بزود بوصل ان انا ايه بقرب من الابجيكت اكتر فانا لما لاقي عدسة مثلا خمسة وخمسين ملي كأن انا شفت الراكب او الراجل اللي موجود هنا داخل هذه الصورة طبعا الفوكال لينس في منها وفيه 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 هي هي اللي بتقدر تعمل من خلالها الزومنج او التكبير والتصغير اللي احنا بنسميه طبعا هنا الزومنج زوم ان وزوم اوت فانت بتقدر تشتغل اوبتيكال زومنج او تشتغل ديجيتال زومنج الفكرة بس ان انت تبقى عارف لما اجعمل زومنج الصورة بتاعت الشخص ده تظهر امتى واضحة قالك والله اي وش معين او اي اوبجيكت لو انا اخدت المفروض العرض بتاع الوش ده مثلا عشرين سنطي المفروض على الاقل يبقى داخل هذه الصورة في ستة وتلاتين آآ بيكسل والحتة دي مهمة جدا ايه هو اصغر حد من او عدد من البيكسل كافي لتحديد معالم الوجه لو انا عندي اقل من ستة وتلاتين بيكسل هتلاقي الصورة دي آآ مش واضحة كويس طبعا من المعادلات نقدر نحسب من خلال البعد البقري نقدر نحسب الحساس كام والعدسة كام اللي هتركب في الكاميرا عشان تحدد ارتفاع بورج معين او اوبجيكت آآ معين في خاصية مهمة جدا بنسميها والحتة دي خطيرة جدا اللي هي القزحية اللي هي بتعتمد على ادخال نسبة الضوء لالكاميرا وفي منها انواع دي طبعا بتوضح لك اني انا والله حسب زي العين كده لما انت تبقى بصص في الشمس بتضيق عينك شوية عشان كمية الضوء اللي هتدخل فده هيفرق معاك الارز ده في حتة ان الصورة طلعة آآ بتاعها كويس نهاري او ضوئي ولا مظلمة ولا لونها ابيض زيادة عن اللزوم تمام الشمس لما تدخل زيادة بيبدأ يدي لك الصورة مش واضحة تماما فدي بيسموها الارز طبعا الارزيليوشن دي بتبقى على معظم الكاميرات يقول لك الله انا عندي كاميرا مثلا اتنين ميجا بيكسل عندي كاميرا اربعة ميجا بيكسل او خمسة ميجا بيكسل تمانية ميجا بيكسل كل ما يزيد الارزيليوشن بتبان اكتر دقة الصورة يعني انا لو بسطت الصورة دي بكاميرا شايف هو مكتوب رقم تلاتة ستة ستة مش عارف كم اما انا لو بكاميرا تانية والبيكسل بتاعها اقل انا مش شايف اي حاجة هنا مكتوبة فده بيوضح لي الدقة الخاصة بكل كاميرا طبعا في حاجة بنسميها السيجنال تو آآ نويز ريشو السيجنال دي مهمة جدا وقيامها ليها جداول بحيس توضح لك هل الكاميرا دي فيها نويز عالي او مدى السيجنال نفسها آآ كام من الصورة الاساسية برضو احنا قلنا خلاص آآ آآ زاوية الرؤية اللي احنا بنشتغل عليها كام بناء على العدسات هنا بقى بتيجي آآ لحتة مهمة جدا اللي هي ودي بقى شغال في تحسين الاداء بتاع الزكاء الاصطناعي عالي جدا بحيس انا لو صورت انا لو صورت آآ على كاميرا وكان الضوء ورايا زي دي كده الوش ده هيطلع آآ مزمن فانا ازاي اعمل آآ آآ الوش ده هيطلع منور شوية تمام غير الصورة الاولية يعني لو طفيت الباك لايت كومبنسيشن هتطلع الصورة رقم واحد لو عملت له اوف لو انا عملت له اون شايف الصورة بدأ يظهر فيها معالم فدي تعويض اضاءة الخلفية بيسموها في عندي حاجة تانية برضو بيسموها الوايت دايناميك رينج كل كل واحدة من اللي احنا بنشوفهم دول لها في جداو الكميات لازم ترجع وتشوف مقدار الوايت دايناميك رينج موجودة ولا لأ الخاصية دي موجودة في الكاميرا ولا وهكذا طبعا الزكاة الاصطناعة الشغال اكتر حاجة في اللي هو التحديد الزكي لحركة الاجسام طبعا في خاصية تانية بيسموها البلور او رديوسينج البلور انقاص الغشاوة دي برضو تبقى موجودة في بعض الكاميرات اللي يهمني جدا انا هنا اللي هو تقنيات كشف الحركات الزكية للاجسام وهو الكاميرا بتشوف اجسام واشكال مختلفة داخل الصورة وبتشوف اجسام معينة بتتحرك وتبدأ تعمل تمام فيلترينج او بتعمل بيسموها على الاجسام المتحركة المهمة بالنسبة يعني لو في شجر هنا بتتحرك لا دي مش مهمة بالنسبة لي في مش عارف كائن تاني غير الانسان بتحرك مش مهم فانا بقدر من خلال او كشف الحركة الزكية ان انا اركز على اشخاص معينين او حركات معينة وبالتالي بناء على هذه الحركات اخد اكشن اه من الكاميرا طبعا الكاميرات في منها بلاك اند وايت اللي هي ويضي سود وطبعا دي مش منتشرة كتير دلوقتي معظم الكاميرات بتبقى اه طبعا في كاميرات ابيض ويسود بس يعني الكالر كاميرا اه انتشرت اكتر فيه طبعا كاميرات بتبقى اندور كاميرا او 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 دور كاميرا حسب الاسبيكس بتاعك الكاميرا تركبها فين بالضبط داخلي ولا اه خارجي في خاصية مهمة جدا في الكاميرات اللي هي بسموها الانفراريد هل انا اقدر اشوف شكل الشخص لو انا اضاف النور بالليل هبدأ اشوف زيرو لايت هيبقى شكل الشخص ده واضح ولا ما بيكونش واضح لو انا مش موجود عندي خاصية او كاميرات اه الاشعة تحت الحمراء مهم جدا طبعا الكاميرات المتحركة ودي بنستخدمها دايما في الاماكن الحساسة اللي احنا بنقدر نشوف اه بيها اه سري دي او نقدر نشوف اه كاميرات او المشاهد سلاسية الابعاد من تلات اه اتجاهات اه فدي بيسموها بيتيزد بان بان معناها ان انا بلف في الكاميرا افقي تلتمائة وستين تلت اللي هو لفوق تمام بقدر اتحرك تلت ده لاعلى ولا اسفل تسعين درجة وزوم ان انا بقدر من خلال هذه الكاميرات اعمل زومنج على اوبجيكت اه معين من احد برضو تطبيقات الزكاة الاصطناعية المهمة جدا اني الاوتو تراكينج كاميرا اللي هي بتعمل عملية التتبع والبانورامي الكاميرا اللي هي اه 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 المفروض تقدر تديني سري دايمينشنز تلت اه كاميرات تقريبا في نفس الكاميرا يقدر يديني مشهد بانورامي اقدر اشوف منه كل الكاميرا طبعا الريكوردينج بيتم اه خلاص في الاجهزة الحديث طبعا كان في دي في ار في الاول دي جهت الفيديو ريكوردر وبعد جهن احنا دخلنا في الان في ار اه النتورك فيديو ريكوردر واقدر في معادلات يا خوانا مهمة جدا اقدر احسب منها السعة التخزينية اللازمة لآه الكاميرات يعني انا اقدر اقول والله طيب اشتراطات مثلا اه الامن في المكان الفلاني حسب اهمية المكان هو حساس ولا لأ يقول لك والله انا عايزة الكاميرات دي تسجل اربعة وشين ساعة تمام لمدة شهر ممكن تسجل مش عارف آآ سنة ممكن تسجل آآ كام يوم فدي لها اشتراطات حسب كل دولة المفروض بتدخل بناء عليها انت بتدخل على آآ ازاي احسب السعة التخزينية او الهارد ديسك اللي انا استخدمه في تسجيل الفيديوز الحاجات اللي انا حسابات طبعا آآ موضوع برضو او كشف الحركة ده مهم جدا آآ بيستخدموه في كشف حركة السيارات اللي احنا قلنا عليه يعني من احد اساليب الزكاية الصناعية المهمة جدا ان انا باخد الصور بحطها عندي وابدأ احلل الصور اللي بتحصل دي ومن خلالها اقدر اعمل او ادي انذار لمجموعة من الناس ان في اكشنز ممكن تتاخد على هذا الحدث طبعا احنا بنعمل للكاميرات والكلام ده هندخلش فيه ان شاء الله يعني نشوف داركو وان شاء الله يعملوننا ندوة تانية يكون فيها حاجات تفاصيلية اكتر لان الوقت كل شوية هم ايه بيداهمنا يعني فمش قدرين نشرح كل حاجة طيب الانظمة الصوتية انا خلصت كده يعني مش هدخل بنفس التفاصيل في كل الانظمة لان الناس بتقولي الزمن خلاص يعني قدامنا تقريبا نص ساعة انا هتكلم بس على باقي الانظمة فيه عندي مثلا الساوند سيستيم اخوانا في الساوند سيستيم او انظمة الصوت بصفة عامة بيشتغل الزكاء الاصطناعي في انه حاليا بدأ يفهم اللغات المختلفة او طبيعة اللغات يعني انت ممكن دلوقتي في بعض اللغات ما تقدرش تدخلها مثلا للايباد بتاعك عشان يبدأ يتعامل معها لا ده هو الزكاء الاصطناعي بدأ يدرج لغات كتيرة جدا عشان يبدأ يعمل فهم للغة الطبيعية بتاعة البلد الفلاني يعني في بعض الحاجات الصوتية مش مدعومة مثلا باللغة العربية فهو مش فاهم اللغة فهم بالزكاء الاصطناعي يبدأ يضيف يبدأ يضيف لغات ويدمجها في نظام الساوند سيستيم طبعا الساوند سيستيم عبارة عن مجموعة من المايكات والسماعات والميكسرز هنحكيها ان شاء الله في محاضرة طادمة بدأ كمان يدي التعرف على الصوت يعني بدأ يدخل تقنيات حديثة في التعرف على الاوامر الصوتية ممكن يتعرف عليها وتبقى دقتها صغيرة فبدأ يزود من الاكيوريسي او الدقة الخاصة بالصوت او الساوند سيستيم بعدين بدأ يعمل استجابات تلقائية للصوت تمام يعني هو بيبدأ يخلي الديفايس اللي قدامه انت بتتكلم معاه وهو بيرد عليك طبعا ده ساوند سيستيم انا بدخل الصوت مايك وباخد الصوت ده بروسيسينج وبعدين اخد على سماعات من اخطر الحاجات اللي بدأوا يعملوها في الصوت ان هو بدأ يعمل تحليل للعواطف والمشاعر بتاعت الناس يعني هو يقدر بالزكاء الاصطناعي في الساوند سيستيم من خلال نبرد صوتك يقولك لا والله انت حزين النهاردة يا احمد مثلا والله انت مبسوط النهاردة طب فيه مش عارف فبيقي الزكاء الاصطناعي في الساوند سيستيم بصفة عامة بيبدأ يحددلي من خلال نبرد الصوت وتغيرات نبرد الصوت تحليل عواطف الاشخاص ويبدأ يديلوا رسائل ايجابية تفاعلية مع هذا البرنامج طيب لو سمحتوا فيه حد بيكتب بس عشاشة يا مونسة اسماء البشمهندس اللي ولا مين ده طيب معلش فين الحاجات دي يا مونسة اسماء طيب الحوار الزكي زي ما قلنا ان هو بيعمل تحسين او لصياق الحوار ويبدأ يعمل موأمة بينك وبين الديفايس ويبدأ يعمل لك حلول زكية كمان عشان تديلك تفاعل اكتر بدأ برضو الزكاية الاصطناعي بدأ من انظمة الصوتية يعمل اه تقنيات تعلم عميق يعني هو بياخد الصوت ويبدأ من خلال هذا الصوت يديلك او احاقات باني والله انا اقدر افيدك في الموضوع الفلاني من خلال ده كله اه نبرات الصوت طبعا ده كله بدأ يعمله من خلال اه اه الصوت الفيدنج اللي داخل ويبدأ يحلل هذا الصوت وبالتالي بدأ يعمل استشعار للبيئة يعني هو ايه بيشوف الصوت وطبيعة البيئة اللي انت موجود فيها ويبدأ يعزز من التفاعل بين النظام الصوتي وبين المستخدم في برضو انا مش هتكلم طبعا على الانظمة بالتفصيل لان الناس بيقول خلاص يعني ففي عندي مثلا الزكاية الاصطناعي في اه التحكم في الدخول الاكسس كونترول سيستم مهم جدا اخوانا موضوع الاكسس كونترول سيستم يعني هو بدأ يتعرف طبعا انا عارفين في الاكسس كونترول سيستم هنشرح ان شاء الله في ندوة تانية النظام بس انا ببدأ ادخل الاكسس ده او للمكان ده من خلال التعرف على الوجه بدأ يدي الزكاء الاصطناعي تحليلات اكتر ملايين الاحتمالات من الوجوه عشان ما يقدرش حد ينتحل شخصيت حد بحيس يقدر يخزن تمام وهيقارن بين صور كتير جدا تمام يقدر هو من اول ما الاكسس كونترول سيستم يحس ان فيه صورة الراجل ده اللي هو انا شفته في اول مرة وبين التاني ده اللي هو بيحاول يدخل لي صورة او يدخل لي شكل حد تاني او يلعب في الصور يديني اه الارض فده مهم جدا ان هو بيعمل التعرف الضوئي لضمان دقة الهوية ان مش اي حد يدخل معايا في هذا المكان او يدخل يبقى له اكسس على فندق معين او على اي حتة ليها اكسس مسلا اه بنك في الخزنة في المكان الفلاني لازم الاكس ده هو اللي يدخل بعينه ما ينفعش يدخل اي حد تاني بعد كده بدأ يدخل الزكاء الصناعي في تطور رهيب جدا في التعرف على البصمات يعني كان فيه ناس كتيرة جدا بتلعب في بصمات الايد تمام بالذات بصمات اليد دي كان فيه ناس بتحاول تعمل تلاعب تمام ليه البصمات اليد طبعا هنا بدأ يدخل الزكاة الصناعية يديني ملايين الاحتمالات زي ما قلنا فيه عالي جدا والجوريزم بتديني ملايين الاحتمالات وهما قاعدين حطين في الالجوريزم ده ان الراجل ده ممكن يتلاعب يغير البصمة بالشكل الفلاني يبصم بصباع تاني يحط مش عارف مادة معينة على آآ صباعه وهكزا فده عمل آآ قاعدة بيانات كبيرة جدا خاصة بس باحتمالات التلاعب يعني مش اي حد دلوقتي ايه لو الله انا بصمة الايد دي هقدر عمل عمل لا هو كل شوية الزكاة الاصطناعي تمام بيحاول يزود او يدرس اكتر في امكانية التلاعب من الاشخاص ويبدأ يلغي هذه الامكانية طيب برضو بدأ من خلال التعرف على آآ آآ البصمة من خلال الصوت في ناس بتبدأ تقلد اصوات يبدأ يحاول يبقى صوته زي صوت فلان لا والله يبدأ يبدأ يبقى الاكيوريسي بتاعت الساوند نفسه التردد يبقى الاكيوريسي عالية جدا بحس لو فيه اي تغير في النبرة او في التردد على مصاري الكلام يقولك لا ده الصوت ده تمام آآ آآ متفابرك او مش هو نفس الصوت الاصلي وبالذات دلوقتي فيه برامج كتيرة جدا بتقدر تقلد الاصوات انت اتدخل صوتك تمام ويعمل هو لك صوت بنت صوت راجل صوت عيل صغير صوت مش عارف مين فلا هو التعرف على الاصوات فيه تقنيات عالية جدا دلوقتي بتقدر توضح لك مدى دقة هذا الصوت هل هو صوت حقيقي آآ ولا آآ مزير برضو السلوك الحركي تمام يعني انا مثلا اقدر انا وباخد آآ آآ في بتاعي سواء كان صوت او اي بصمة السلوك الحركي انا بتحرك ازاي الراجل ده بيجي ببصم بالشكل الفلاني فالسلوك الحركي ده اقدر اعرف من خلاله هل البصمة بتاعتي آآ مزبوطة ولا آآ فيها مشاكل طيب بعد كده بدأوا هم يعملوا دمج كمان في التحقق بين آآ بعض البصمات يعني التحقق مسلا ممكن صوتي وان انا ادخل بصمة صباح وهكذا ثانيا المهم ان هو بدأ يعمل تحليل زاكي للبيانات يعني ياخد نمازج الراجل ده بيحضر الساعة كزا قبلها الخمس دقائق ياخد نمازج للحضور نمازج للانصراف بحيث ياخد تقارير ويخلي التقارير دي كداتا بيز يقدر يخمن منها لو حصل في اي تلاعب في عمليات آآ الاكسيز طبعا الزكاء الاصطناعي في تحسن مستمر لآآ عمليات الدخول في الانظمة آآ المختلفة طبعا ده كان بالنسبة للدخول سواء كان بالبصمات تمام آآ فيه كتيرة طبعا زي الديب ليرنينج اللي هو بنسميها الديب نيورال ديب نيورال نيتوركس الحاجات دي ان شاء الله انا هبدأ اتكلم عنها بالتفصيل على التقنيات بقى ان شاء الله يبقى فينا ده تانية هتكلم عن ازاي الزكاء الاصطناعي استخدم تقنية الديب نيورال نيتوركس او شبكات العصب العميقة في ان هو قدر يكشف التلاعب او قدر يعرف الخطأ اللي المفروض حصل نتيجة ان الراجل ده غير في البصمة الترانسفير ليرنينج تمام؟ دي عبارة عن تمام او محطوط فيها ملايين من البصمات عشان يقدر يشوف هل فيه تلاعب ولا لأ الانسيمبل ليرنينج تقنيات الانسيمبل ليرنينج دي بتجمع قرارات كتير من مجموعة من النمازج متاخدة ويبدأ بناءا عليها يشوف التباين في البيانات دي فهو كل شوية بيستخدم عشان يقدر يوصل لأعلى دقة ممكنة من نظام اللوكرانت ويقلل مصادر التلاعب او مصادر ان هو يقدر يغير في عمليات الاكسس او الدخول ومنها طبعا دي في التعرف على الواجه دي مهمة جدا التقنية دي يعني ان شاء الله ممكن انا ناخد محاضرة عن او ندوة عن كاملة ازاي بيستخدم برضو في عمليات التحليل والترانسفير ليرنينج والانسيمبل والسري دي واستخدامها في التعرف على الواجه في تقنية مهمة جدا او تكنولوجيا مهمة جدا اللي هي بيسموها التقنية دي مهمة جدا يا فن اي محاولات تزييف انتي سبوفنج للصور يعني واحد اقول لك انا والله قدام الكاميرا بتاعت الحضور اجي احط مثلا صورة عادية اجي احط صورة اي حد تاني فالانتي سبوفنج او تكنولوجيا مكافحة التلاعب دي فيها احنا هناخدها من وجهة نظر الالجوريزم او التقنيات ازاي التقنيات دي بتشتغل عشان تبقى انت فاهم يعني ايه كاميرا فيها انتي سبوفنج يعني ايه سيستم فيه انتي سبوفنج وهكذا طبعا فيه انظمة كتير جدا الشباب بيقولي لي بس عشان الوقت طبعا فيه النظام لازم معلش يدوننا بس خمس دقائق بيستخدم فيه الذكاء الاصطناعي حاليا بصفة عالية جدا اللي هو نظام استدعاء الممرضات طبعا فيه انظمة تانية ان شاء الله يبقى لها ندوة تانية بازن الله بس استدعاء الممرضات يا اخواننا بدأ يبقى فيه يعني انا من من الندوة دي رجاء خاص ان لازم كل الناس حتى سواء كان اشخاص عاديين فهموهم يعني ايه نظام استدعاء ممرضات فيه ناس بتبقى محتاجة الموضوع ده فيه ناس لا قدر الله بيحصل لها مشاكل او فيه ناس بتموت نتيجة ان هو السرير اللي هو فوقيه ده مش عارف ان الاجهزة دي اللي موجودة حواليه هي نظام استدعاء ممرضات واحد محتاج ممرضة بدرجة عالية جدا وفيش حد قاعد معاه في الغرفة هو مش عارف ان هو لو شد الحبل الفلاني او لو ضغط على المفتاح الفلاني ده هيعمله استدعاء لممرضة فرجاء شخصي ان الناس حتى لو انت مشتغلتش في مستوصفات طبية مشاريع قبل كده او مستوصفات ادي فكرة عن الناس او للناس يعني ايه نظام استدعاء ممرضات طبعا النظام بتاع استدعاء الممرضات الزكاء الاصطناعي بدأ يعمل توزيع للممرضات بشكل فعال اكتر ويخليهم يقدروا طبعا انا في غرفة رقم سبعمائة وتلاتين وعملت استدعاء الممرضة هتجيني تمام فانا ممكن النظام الكونفنشنل او العادي بيحصل تداخل شوية في الغرفة الفلانية ومكانها بعيدة عن الممرضة وهكذا زكاء الاصطناعي بدأ يحلل بعض الانذارات او الاداءات ويقلل من عملية يعني توزيع الممرضات لازم يكون بشكل فعال ويؤدي الغرض افضل من التوزيع العادي بيعمل تكامل بين الزكاء الاصطناعي ونظام استدعاء الممرضات عشان يوفر اشعارات الاشعارات دي انت ممكن تعمل لي اشعار بس هو اتأخر حصل في دي ليه كزا ثانية لا لازم اشعارات دي تبقى اشعارات دقيقة وفعالة عشان اوجه رسائل مسلا من الممرضة للعيان او للمريض او العكس توجه رسائل الممرضين زوء الخبرة في مجال بيحتاجوا المريض مسلا ادي له برضو امكانيات استدعاء متقدمة برضو تحسين امان المرضى الكشف المبكر على المشكلات الصحية والتنبؤ بحالة المريض من خلال بعض انظمة الاستدعاء طبعا برضو بيبدأ ياخد عملية تحليل البيانات يعني هو الله شاف انماط ومشاكل مختلفة في انظمة استدعاء الممرضات بدأ يحللها ويبقى عنده برضو اه داتة كبيرة عنها اه بيقلل المهام الروتونية زي توزيع الادوية مثلا امكان هو يدخل النظام استدعاء الممرضات في ان هو ايه يعمل تسجيل البيانات بسرعة تحديد مواعيد مش حرف للممرضين وهو بدأ يدخل با اه يعني اتجاه كبير لعملية التحسين انا بشكركم جدا وانا اسف ان انا تمكن يعني دخلت كده بسرعة في الندوة وكنت سريع واشكر داركو على اتاحة الفرصة واشكر المهندسين جميعا الحضور وزي ما قلت كده في اول الندوة انا بحاول يعني بقدر امكان المعلومات اللي عندي افيد بيها اه زملائنا المهندسين واتمنى اني انا دايما في الندوات انا بستفيد اكتر من اه زملائنا المهندسين الجروب طبعا هتبقى موجودة اي حد عايز يسأل اي حاجة انا اعرفها ان شاء الله تعالى هحاول افيده بيها اه اي حد عنده معلومات يقدر يفيدنا بيها داخل الجروب اه يعني ده هيبقى يعني حاجة مسرية جدا لنا وان شاء الله تعالى يبقى لنا اه ندوات تانية سواء كان في اه التقاري الخفيف او في غيرها بالتنسيق ان شاء الله مع داركو واسف جدا يا شباب على الاستطالة اه مهندسة اسماء لو في الشباب حد عايز يسأل يعني لو في حد عايز يسأل اشتركوا في القناة السلام عليكم يا شباب عليكم السلام ورحمة الله اعتقد الصوت وقف من دقيقة واحدة صح? اه بالصوت كده طيب انا بس يعني انا خلصت كده النادوة بتاعتي دايما بقول للناس انا والله حابب ان احنا نستفيد من بعض وان شاء الله الجروب هتبقى موجودة ولو اي حد عنده اي استفسار انا اقدر افيد بيه ان شاء الله ممكن يكون فيه ندوات تانية هنبدأ ندخل فيها على التطبيقات اللي احنا قلنا عليها تعالي الزكاية الاصطناعي في انظم التار الخفيف ونبدأ ناخد كتالوجات بعينها ومشاريع بعينها يعني احنا نبدأ ندخل على تمام موجودة بالفعل سواء كان في التصميم او ملاحظات للاشراف انا حابب ان الناس يعني احنا موجودين دلوقتي في جروب واحدة حابب الناس اللي عنده معلومة عايز يسأل او اللي عنده اه حاجة عايز اه يعني يضيفها يتفضل المايكات مفتوحة يا اسمياء بس كنت احب حضرتك تتكلم على عاضح ان شاء الله احنا لسه احنا انا كنت عايز والله اتكلم على باقي الانظمة بس المشكلة انا شايف في ناس على الخاص بتبعاتلي هم الناس طبعا عشان ندوة متعودين للندوة بتبقى ساعة ولا فتاعدة احنا كنا قايلين يا شباب ان الندوة ممكن تكون لحد ثلاث ساعات يعني فان شاء الله يعني اوعدكم اه نظام ان شاء الله تعالى يتشرح كمان بالتفصيل انا لسه ما بدأتش اخوان انا لسه هبدأ اشرح على اه كتالوجات شركاتي احنا مش هنبدأ نفهم اكتر الموضوع غير لما انا خلاص عرفت الفاير الارم سيستم اللي موجود او اللي موجود عندي ابدأ اشوف اشوف مسلا شركة مسلا من الشركات وابدأ اشوف اه سموك ديكتور بعينه اشوف بانيل بعينها البانيل نفسها بتاعت الفاير الارم دي ممكن ناخد فيها خمس ستة محاضرات الكاميرات فيها شغل كتير جدا فيه شغل كتير جدا فيه شغل كتير جدا فيه كزا سيستم احنا تقريبا فيه تسع انظمة او عشر انظمة المفروض ان شاء الله نحاول نتكلم عليهم وفي الندوات اللي جاية نبقى محددين للناس الوقت هيبقى كامل بصراحة كزا حد يبعتلي على الخاص خلان انا مستعجل زيادة عن اللزوم يعني فلو حد عايز يسأل حاجة يتفضل لو مفيش نكتب الاسئلة تمام وعلى الجروب ان شاء الله نجاوب عليها من ناحية الماتيريا اللي احنا شرحنا منها آآ المخططات ان شاء الله يعني كان نفسها اشرح شوية في المخططات نقدر نحط بس الحاجات ونتناقش فيها يعني برضو يعني لو نقدر نتابع مع بعض يعني احط بتاعت الكاميرات مسلا ونفتح النقاش والله طب قد الامج سنسور يا شباب ده معناه كزا طب دي ايه الفرق بين دي ودي يعني حاول نبقى فيه بيننا ان شاء الله نقاش على آآ آآ الواتساب جروب بإذن الله تمام يا من سيف في اي حاجة ليك طيب طيب يا شباب انا انا بشكركم جدا على حضور الندوة ياريت بس الناس آآ قبل ما بطلع من الشات كل واحد يكتب اسمه ضروري عشان الناس اللي حضرت بس داركو تعمل لها شهادات فياريت كل واحد يبقى بس يعني انت حضرت المحاضرة تجي لك ان شاء الله برضو على الايميل والشهادة بازن الله يعني ان شاء الله داركو هيبقى فيه شهادة وهيبقى فيه تنت على الايميل بس الناس تسجل اسميها على الشات وتسجل طبعا في الحضور الناس هياخدوا تقريبا اللي انا شايفه هو منهم آآ يكون آآ من خلال الشات الخاص بالزوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة